فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أحيانا زوجتي تغضبني غضبا شديدا فأصبر عليها وأعظها لكن عندما ينتهي صبري أضربها فتدعو علي فهل دعاؤها هذا هو دعاء مشروع وهل آثم بفعلي هذا الأحسن المصالح بينكما لا أنت لا تزعل هي ما تزعل عليك وانت لا تضربها تصالحون فيما بينكم نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة